مشاهدين الأفاضل أهلا بكم معنا في هذه النشرة الإخبارية المباشرة نقدمها لكم من الأولى وفيها مواكبة للمستجدات والتطورات الميدانية لفاجعة زيزالي الحوز يحضر معنا ضيفا في البلاطو السيد الحسن أيت إبراهيم أساد بجامعة محمد الخامس بن رباط وخبير في تدبير الكوارثة الطبيعية أساد الحسن أهلا بكم معنا شكرا على الاستضافة تفضلوا بالبقاء معنا إطلاقوا برنامج مدروس مندمج وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية خارطة طريق متعددة الأبعاد تم الإعلان عنها خلال اجتماع العمل الذي ترأسه أول أمس جلالة المالك محمد السادس نصره الله نوال قراري رشيد الأتابي ونوردين صابر الاستجابة القوية الاستباقية واستشرف مستقبل متكامل الأبعاد للمنطقة المتضررة من زلزال ثامن شتنبر ملامح رؤية ملكية تؤسس لنموذج رائد في تدبير الكوارث مخرجات اجتماع العمل الذي ترأسه أمس جلالة المالك محمد السادس حفظه الله ركزت على التعبئة الفورية والفعالة من خلال إطلاق برنامج مندمج وطموح ومتعدد الأبعاد هذا التصور الملكي هو تصور مندمج بمعنى أنه يجمع بين رؤى متعددة ومتكاملة رؤى تنبني على إيجاد صيغة مالية للتمويل وبنية لتوجيه هذه السياسات واندماجها من حلق طبيعة السياسات التي تستهدفها سواء على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي على المستوى الصحي على مستوى متعددة من ناحية ولكن هذا البرنامج في تنزيله أيضا هو مندمج موجه لسكنة المنطقة وأيضا تندمج أيضا في محيطها الذي تنتمي إليه المحيط الإداري الذي هو منطقة الحوز والمنطقة اقتصاديا وبالتالي الرؤية الملكية تقوم على أساس إيجاد هذه الصيغة التي من خلالها التوفيق للبناء والتشهيد بصورة تأخذ بعلا تبار هذه الاندماجية المستقبلية وأيضا اندماج في المحيط الاقتصادي والبنية الاقتصادية والتنموية التي سعى الجلالة الملك إليها كل هذا سيتم وفق رؤية مستقبلية لهذه المنطقة ستعيد تمظهرات هذه المنطقة بشكل يحترم أولا الخصوصيات المتفردة للمنطقة والثورات المعماري وأيضا وفق منهجية علمية أي وفق دفتر تحملات ودفتر يحترم الشروط الهندسية والمعمارية والتقنية حتى لا تتكرر هذه الأزمة الرؤية المستقبلية تهم أيضا رؤية لإعادة بناء وإعمار المنطقة المتضررة ولكن على مستوى البنيات الأساسية على مستوى أيضا البنيات التحتية وعلى مستوى ليس فقط التفكير في إصلاح أضرار الزلزال ولكن التفكير في المستقبل هذه المنطقة منظور متفرد في احتواء الأزمة النجمة عن الزلزال بهدف إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية صاحب الجلالة كذلك أعطى رؤية استراتيجية من أجل أن يكون هناك برنامج تنموي لمنطقة الحوز وكذلك لخمسة أقاليم التي تضررت هذا البرنامج سوف يعنى بأن يكون هناك نظرة مندمجة نظرة استراتيجية من أجل إحياء المنطقة من ناحية الاقتصادية من بنية التحتية وكذلك من خدمات عمومية اليوم سوف نرى إنبعات وسوف نرى بوتقة منطقة جديدة لمنطقة الحوز اللي كانضم سوف تصبح هي جنة الجهاد المراكش أسفي يتضح بشكل أساسي أن المغرب يستباقية في التعامل مع الكواريت وهذا نابع بالدرجة الأساس من التجربة الطويلة التي خضها المغرب في تقديم الدعم والعاون للكثير من البلدان عبر العالم ولسنوات طويلة كذلك ينبع من التقاء الكامل في مؤسسات الدولة المغربية وبطبيعة الحال نحن بثقة كبيرة نعرف بأن المؤسسات وعلى رأسها صاحب الجلال الملك محمد السادس يقدم من الرؤية الاستراتيجية التي يملكها لاحتواء مضعفات مثل هذه الكواريت كذلك خلال أزمة كورونا وكذلك خلال هذه الأزمة مرحلة جديدة يقبل عليها المغرب ويقودها جلالة الملك محمد السادس مرحلة ستغير ملامح جزء هام من المملكة المغربية وتضيف إلى رصيد المغرب نجاحا آخر في مسيرة تحويل الأزمات إلى فرص تأكيد ملكي سام على أهمية الاسجاب القوية والسريعة والسباقية لتجاوز أثار زلزال الحوز من خلال تفعيل البرنامج الإسعجالي لأعادة وائل المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا وتوجهات ملكية سامية لاتخاذ مبادرات فورية لأعادة الإعمار والتكفل بالضحايا التفاصيل مع خديجة الجمالي ونوردين صابر تعبئة لكافة الوسائل والموارد بالسرعة والنجاعة اللازمتين تحرك ميداني فعال وتدابير مستعجلة لإعادة التأهل والبناء اجتماع العمل الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سطر الأولويات وأطلق مبادرات فورية عناية ملكية موصولة لتفعيل آليات التدخل لإعادة البناء ودعم المتضررين لتجاوز آتار زلزال الحوز جلالة الملك حفظه الله محمد السادس حفظه الله حريص على مواكبات وتتبع عمل لجنة البنوزارية والتي أكد من خلالها جلالته على إعطاء تعليمتي السامية بتحديد الأولويات السابقة في شكل أرقام هذه الأرقام تمتلت في دعم مباشر للأسار وكذلك تعويض كله بالنسبة لمن تمت هدم منازلهم عقب الزلزال كليا أو حتى جزئيا وكذلك إعطاء صبغة وصفة مكفول الأمال الأيتام وفي تلك بإشارة على أن المغرب الآن مر إلى مرحلة السرعة القصوى في إعادة الإعمار وإعادة البناء إعادة الإيواء والإعمار في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والإنصاط الدائم لحاجيات الساكنة وفقا لدفتر للتحملات وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع طرات المنطقة وخصائصها هي استراتيجية ملكية لتدخل في ما هو آن اليوم اللي هو الآفا إيواء وإعادة الإعمار وغير ذلك ولكنها في نفس الوقت هي استراتيجية لتدخل المستقبلي في المجال القراوي حتى نتمكن من تجنب مخاطر التي وقعت في هذا الزلزال وكذلك أنها هي تركيبة متكاملة أهم فيها أنها تحاول الحفاظ على العنصر البشري إقليم الحوز يضمد جراحه بالبناء والتنمية والدعم المباشر للساكنة المتضررة جلالة المالك منذ الساعات الأولى وهو يتتبع عن كتب سواء من خلال ترأسه لجسد عمل الأولى أو الثانية من أجل يطع أجنضة عملية من شأنها أولا أن تعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الضحايا والجرحة وكذلك الجانب الثاني إيواء الضحايا المشردين عن طريق تمكينهم من التغطية ومن المواد الغدائية ومن الإسعافات الأولية حتى نكون أقل خسائر الممكنة في إطار هذا المنصب الجلال وكعادته المغرب يلتف حول أبنائه صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله أعطى أوامره بإحصاء الأطفال اليتامة الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد مع منحهم صفة مكفول الأمة واجتماع مهم جدا لأنه يعطي الانطلاق الفعلية لمباشرة الحلول التي تم التفكير فيها حول الأطفال حول اليتامة حول المصابين حول كل هذه الأعمال سيتم القيام بها في إطار منسق في إطار منهجي كان في الأول ضروري أن نهتم بالموتى بالجرحة بمن فقدوا منازلهم والآن بدأ العمل وأعتقد أن هذه سرعة كبيرة جدا يعني قصوى في تنفيذ هذه العملية استجابة قوية سريعة واستباقية في احترام تام لكرامة الساكنة عاداتهم وأعرافهم وتراتهم وتعبئة لكل الموارد بهدف تنزيل هذا البرنامج رؤية وتوجيهات ملكية سامية يلتف حولها شعب متضامن هي عماد ما يميز المملكة من صمود وشموخ في وجه أعتى الأزمات والحديث بشكل مفصل عن العطف المولوي والعناية الملكية السامية بالمتضررين من زلزال الحوز ومناقشة البرنامج للسعجال لإعادة الإيواء أرحب مجددا بضيف الكريم السيد الحسن أيت إبراهيم وأستاذ بجامعة محمد الخامس وخبير في تدبير الكوارث الطبيعية أستاذ الحسن مرحبا بك من جديد شكرا شكرا على استدافة أستاذ الكريم بين لحظة وقوع الزلزال قبل أسبوع إلى اليوم المغرب يعني يخرج بخارطة طريق واضحة المعالم لمرحلة ما بعد الزلزال في هذه المدة أيضا تتبع رصد وعناية ورعاية وتكفر وتضامن أيضا مع الضحايا والمتضررين ميدانيا في الأقليم المتضررة كل هذا يشرف عليه جلالة الملك حفظه الله ما الذي يجعل من هذه المقاربة الملكية الناجعة قادرة على انبثاق مغرب أقوى من رحم هذه المحنة فبطبيعة الحال كما صدر في الكلمة على أنه العنانية الملكية كانت حاضرة يعني منذ حدث الفاجعة وذلك باجتماع الجناء التي برورت استراتيجية وخاصة عمل وتعليمات التي فورا طبقت على أرض الواقع وهذا هو المهم وهذا المسألة هذه لقات في الأرض الواقع ناس لهم تجربة ولهم خبرة وعمل التنصيق هي السهلات النجاح جميع المحطة التي مرنا بها ألا وهي إخراج الموت التكلف بالجرحة نقلهم إلى المستشفيات التكلف بالناس الذين نجاوا بما يخص الواقع لهم فيما بيت محترم وبطبيعة الأكل والشرب إلى آخره وهنا لاحظنا على أنه مشينا بعيد تبارك الله نجحات هذه المسألة بجميع المتدخلين بما فيهم المجتمع المدني ومفهم المواطنين وجاء بطبيعة الحال البلغ الثاني ديال الدول الملكي التي تيلح فيه على أنه مسأل الإيواء بطريقة موقعة نظرا للظروف المناخية على أنه يجب تسريع من جهة ومن جهة أخرى يجب أن تكون ملائمة وتحترم الخصوصية ديال منطقة بطبيعة الحال لاحظنا على أنه الحال إلى يومنا هذا جل مناطق والحمد لله يعني الآن كان واحد العملية ديال الاستقرار بطبيعة الحال المساعدات والتنقيب والأخير رأى الناس يعني ما زال في استمرار ولكن المهم هو أنه استراتيجية ديال صاحب الجلالة من الأول فكانوا واحد العداد ديال البرامج غادين بطريقة يعني موازية فكينا تدخل سريع ولكن كينا إحداث صندوق والآن كينا دراسة لكي نوفر يعني هذا مراه في ضرف أسبوع هذا في ضرف أسبوع يعني هذا كما قلت سيخرج المغرب قوي من بعد هذا المرحلة هذه وسيتبت على أنه عملية التضامن والتأذر وإنساء الإنسان الدات والقضية الفرضية رغمكة تعطيش نتائج ولكن من اللي تلتحم الشعب مع العرش فكان نصل لهذه النتائج الحسن والحمد لله نعم أستاذ الحسن نتحدث اليوم عن نحو خمسين ألف مسكن نهار كليا أو جزئيا على مستوى الأقليم الخمسة المتضررة منها الزلزال نتساءل عن أهمية الدعوة الملكية الصريحة الاعتماد سيغ إيواء ملائمة في عين المكان في بنية مقاومة للبرد والإضطرابات الجوية تتوفر على كافة المرافق الضرورية إلى جانب المساعدات المالية المباشرة فطبيعة هذه مسألة غير موقاتة نظرا لأن المنطقة أولا التي تركز عليه على أنه هذا تحدي جديد عاشر المغرب لماذا؟ لأنه أصعب منطقة من ناحية الجبلية والطوبوغرافية الموجودة في المغرب التي يمكن ترى فيها أضرار هي هذه اللي عاشنا وبالتالي فالوصول المساعدات والتنقل لأن الإنسان يوصل إلى المساعدات لا يمكن يشهد بها إلا اللي قام بها ومشى إلى عين المكان وهذا مهم وهذا نرضى على بعض المنابير التي لا خبرة لها ولا علم لها وما ينشفع المكان وكتبقا تجينا بأحد للأخبار التي هي زائفة وكتغلط الآن كما قلنا هذا المنطقة هذه ونحن على أبواب البرد وكين الشيطاء نتمنى وعلى الله على أن تخلي غير بينما الأخيام والمرافق تبنى في الأول كما قلنا وكما جاء في الخطاب صاحب الجلالة على أنه تحترم الخصوصية للناس والمنطقة هذه إلى آخره ولكن المهم اليوم هو أنه منسوش على أنه موازات كما قلت في الأول على أنه كاين وزارات وكاين مديريات وكاين خبراء يعني كاين تضامن في الخفاء حاليا واللي رأهم خدام منذ الفاجعة لكي نوفروا الأماكن التي سيمكن من بعد عملية الإعمار وهذه تطلب اختصاصات كثيرة هناك خبراء فيما يخص النوعية التربة سونا بلدي جيو تكنيسيا هنا مهم والزلازل بطبيعات الحال الجيولوجية بطبيعات الحال الجيوفيزيائية بطبيعات الحال ولكن تخص نحت المناطق هذه نخذه بعين اعتبار الفيضانات ونخذه بعين الاعتبار انجرافات التربة وبالتالي هناك عمل جبار تقوم به جميع الخبراء كل واحد من موقعه حتى يمكننا نقدم واحد الاماكن مؤمنة من هذه المخاطر التي ذكرت وبطبيعة الحال لا ننسى الدور المرصد الأشعى عن بعد الرتس لأنه بسرعة نظرا لهذه الصور فتقوم بدراسات وتواكب المناطق التي دمرت وتيمكن له ابتصال مع السلطات المعنية في أرض يوجه الأماكن التي فيها الضرار ومن بعد اليوم سيلعب دور لأنه سيمشي ويمكننا بسرعة على أن نركز على الأماكن التي يمكن أن تتم فيها عملية التعمير نعم أستاذ الحسن نقاش ونما يزال متواصل معكم تفضلوا بالبقاء معنا وعلى الميدان نتحول إلى شبكة مراسلين التي تغطي المناطق المتضررة من زلزال الحوز والبداية مع الزميل أمين هنّاوي أمين مرحبا بك معنا أين تتواجد وما هي آخر التطورات الميدانية لديك هناك مرحبا زميلي محب في إطار جولتنا بمختلف دواوير ومناطق إقليم الحوز لرصد أدرار هذا الزلزال وأيضا لنقل صوت المواطنين نتواجد اليوم إذن بدوار أيت عمار البور بجامعة سيد بدهاج دائرة أمزميز إقليم الحوز الدوار تعرض لأدرار كبيرة كما سنتابع في صور للزميل فيلول الذي سينقل لنا مباشرة أدرار التي تعرضت لها العديد من المنازل حيث يبيت السكان إذن منذ يوم السبت داخل مجموعة من الخيام التي وفرتها السلطات المحلية ولتقريبنا من الأوضاع داخل دوار أي تعمار بجامعة سيد بدهاج الصديف مجموعة من المواطنين من ساكينة هذا الدوار نتعرف أولا على أول مواطن داخل هذا الدوار اسم كريم عزيز قربنا من صورة داخل الدوار من بعد زلزال والحمد لله رب العالمي الصورة الآن ياركين الخوف من الزلزال اللي خافوا الناس عودوا يرجعوا لك شي اضطروا أنهم يسكنوا في الخيمات التي توفرت من الوزارة الداخلية والمحسنين وهذا اللي يتعاون مع الناس والمساكن ديال الدوار تقريبا كين اللي رابط كين اللي فتش قوات وستسد الدوار الناس مقدروا شي يدخلوا بقل المنازل ديالهم ديالهم يتسيروا مع الوضعية ويتماتبا البوادير اللي طمئنا ان شاء الله رابط تكتبا فد اليامات كيف سقبلوا ساكنات الدوار تعليمات الملكية السامية لتسريع ايواء المواطنين والدعم المباشر لهم والحمد الله على التعليمات اللي اعتصد ان الله ينصروا برأس معها وفرحوا بها بزاف لأنه يلغى تردش ان شاء الله طمئنين والحمد لله رب العالمين دبا النسر مستقرين على بره ويتسننوا ان شاء الله باشي يتوصلوا بهذا الإعانات وهذا الشي هدرهم كيتسننوا الحمد لله وشكر الله والله ينصر سيدنا شكرا شكرا لك اسم الكريم نوردين القسعر نوردين الصورة في الدوار من بعد هاد سيلزال شو ممكن تقول انت اخويا كتشوفوا ديور كل شي يمشى كل شي يطح كل شي يراب كل شي يراب كل شي يراب ويش يراب ولكن كل شي الناس على بره كيف تشوفوا كل شي يخيام على بره الناس منضرورة بزاف الوضع في الدوار من بعد هاد سيلزال تنشوف في هذه القاطة ساكنات الدوار كيف استقبلت تعليمات الملكية السامية بدعم هاد ساكنات وايضا اعادة بناء هذه المنازل المنهارة والحمد لله من اعطاء تعليمات صاحب الجلالة محمد الساديس اللي يحفظوني الحمد لله الناس فرحات كل طمئنان كل شي يخير الحمد لله الله ملك لحم شكرا لك اسم كريم مك الرشيد الشرقاوي من دواري تعمار رشيد أولا حملت تضامن كبير المواطنين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن من طنجة إلى القويرة كيف شفتوا هذا التضامن الجميع المغاربة مع ساكنة هذه المناطق المتضررة نعم نحن نشكر جميع المواطنين المغاربة من جميع أنحاء المغرب وفرحانين بها المساعدة التي تصلت على المنطقة من كوبا والناس التي تضامنهم لأنهم جميع أنواع أنحاء العالم في هذه الفجعة هذه ما حال تقريبا عدد المنازل المتضررة قريبا ما يفوق على 140 منزل نحن في جامعة سيدي بداج في دوار يتعمل البورب الخصوص من بلدية أمزميز تقريبا من موقع الدوار في الإقليم المناطق المحيطة بالدوار وأيضا الجامعة المحيطة بيش نعرف أين نتوجد نحن في جامعة سيدي بداج هي على بعد 6 كم من بلدية أمزميز المضرورات هي أيضا أكثر بكثير هناك جامعة تاكر كوز هناك جامعة المناطق المحيطة تقريبا كلهم تدرق على المناطق كما تلاحظون المناطق تقريبا رابط والناس رأينا في الأماكن على الخيام وباقي نقص في الخيام نتمنى أننا جميعا متوصلوا بالخيام نحن على مقربة من فصل الشتاء كيف تكون الأجواء هنا في فصل الشتاء الأمطار تكون تولوج شنو وشنو أدوى التخوف الكبير اللي كان بالنسبة لإلاجات الأمطار تزاد الخسارين لكن البناء هي مشقوقة يعني المعالجة في أقرب وقت سواء التعاود سواء الإصلاح شكرا جزيلا لك إذن زميلي محب المواطنون استقبلوا التعليمات الملكية السامية بابتهاج كبير لإعادة البناء وإعادة الإعمار إن شاء الله في القريب العاجل عودة إليك زميلي محب نعم أمين هنوي كنتم معنا من إقليم الحوز شكرا لك ولضيوفك الكرام شكل التكفل الفوري بالأطفال اليتام الذين فقدوا ذويهم في ززال الحوز وأصبحوا بدون مأوى أولوية ملكية حيث أمر جلالة الملك بأحصائهم ومنحهم صفة مكفولية الأمة وذلك بهدف انتشالهم من هذه المحنة وإحمايتهم من جميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها بعد هذه الكارثة الطبيعية صاحب الجلالة نصره الله أعطى وامره للحكومة في هذا السدد من أجل اعتماد مسترة المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض وذلك في أقرب الأجال التفاصيل مع فرح سعف وأمين عموري موضح يفاجعة الحوز أصبح مكفول الأمة صفة منحتهم بقرار ملكي جاء كرد سريع على مصير هذه الفئة من المتضررين من الزلزال والذين أنزلوا منزلة أطفال الشهداء الذين يسقطون دفاعا عن حوزة الوطن أو في سبيل إرساء السلم أو خلال العمليات الإنسانية أظن بأنه الجواب كان واضحا وسريعا لاحتضان الأطفال الذين هم أطفال الأمة أطفال المجتمع أطفال المملكة المغربية وتقافة المواطن والمواطن المغربية هم دائما تحت الحماية الدولة المغربية وبالتالي أظن بأنه هذا يعكس بالضغط هذا التاريخ وهذا التقليد التكفل الفوري بالأطفال اليتام الذين فقدوا أهلهم ومعيليهم في زلزال الحوز شكل أولوية ضمن الخطة التي وضعتها المملكة لتدبير هذه الكارثة الطبيعية خطة تستوجب إحصاءهم العاجل وإخراج القانون اللازم لاستفادتهم من صفة مكفول الأمة هناك قانونين التي نعتبرهم يتكملون لخصم تدقيقات لولي دي القانون دي المكفول الأمة كذلك هناك القانون دي الكفالة وهما قانونين التي يتكملون لكي نعطيه واحد الوضع أولا قانوني لهؤلاء الأطفال ثاني أساسي هو أنه وضع أسري لهؤلاء الأطفال ولا ولا يبقوا عرضة للتجار عرضة للاستعمال عرضة للاستغلال ولأن استغلال الأطفال ظاهرة تنشط وتزدهر إبان الكوارث والأزمات جاءت المبادرة الملكية بمنح اليتام ضحايا زلزال الحوص صفة مكفول الأمة لقطع الطريق أمام كل المخاطر التي قد تحدق بهم إضافة إلى إجراءات أخرى موازية كالرقم الأخضر الأخضر التي عملته اللجنة الوطنية للتجار في البشر أهمية جدا لأنه إذا كانت هناك فعلا حالة خصنا من هذه فضل اللحظة أدعو جميع الأباء أو الأمهات أو الأخوات أو الإخوان أو المعارف لأي حالة من الحالات التي اعتبرها بأنها موضوع التجار البشر أن يتقدم بالتبليغ وبموجب هذه الصفة سيكون بإمكان اليتام ضحايا زلزال الحوز الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المالية وغيرها من الحقوق التي سيتضمنها القانون الذي سيخصص لهذا الغرض في إطار تقديم المساعدات للساكنة المتضررة من الزلزال شخصيات مدنية وعسكرية تنصت بمجموعة من دواوير إقليم تارودانت لمتطلبات وانتظارات الساكنة المحلية وذلك تفعيل للبرنامج الإسعجالي لإعادة وائل المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز عماد أمسمير وعبد الفتح الزوين الطائرات المروحية التابعة للقوات المسلحة الملكية والدارك الملكي ومنذ وقوع الفاجعة لم تتوقف عن تقديم المساعدات الطارئة للمتضررين ونقل الجرح والمصابين رحلة الطاقم الأولى عبر هذه المروحية تدخل في إطار رحلات تقديم المساعدات المستعجلة للساكنة المتضررة أزيد من نصف ساعة من التحليق عبر الطائرة المروحية التابعة للدارك الملكي للوصول إلى الدواوير المنكوبة بأقليم تارودانت تحوم الطائرة المروحية حول القرى المعزولة بجبال أقليم تارودانت وفي الصورة طائرات أخرى مروحية تنقل خيما للإيواء ومساعدات متنوعة للمتضررين بدوار تازلدة فوق قمم هذه الجبال بتداريسها الوعرة يظهر هول الكارثة وآثار الزلزال المدم حطت الطائرة المروحية بعد عبورها لدواول ثلاث جماعات ترابية بدوار أمغاز لتنطلق عملية الإنصات لمتطلبات وحاجيات الساكنة المتضررة عملية الإنصات لمتطلبات الساكنة المتضررة من الزلزال أسفرت عن تحديد جملة من الحاجيات أهمها توفير الإيواء خاصة مع الظروف المناخية التي تتميز بها هذه المناطق الجبلية تحديد جملة كنت وحدها في صباحنا حيث أنا ما كنت قالو إلي الترعي قالي رأح كنتش وحدها في صباحنا مهم شكرا لهم كان شكروا بزاف حيث جاءوا طلوع لنا وطلوع للناس وقلبوا وضروا مهم شكرا لهم شكرا لهم يرحم الله يرحم قدر نقول الله رحم ويدي الله رحم اقتضرنا بزاف وكان التتبع والمواكبة والإنصاط إلى جانب الإنقاذ وتقديم المساعدة الضرورية للمتضررين من الزلزال إجراءات عززت الثقة والطمأنينة للساكنة المتضررة من الزلزال بفضل القيادة الملكية السامية المباشرة لجهود إدارة الأزمة ونعود لشبكة مراسلين لنربط الاتصال المباشر لك نذهل مرة مع الزميل رضا عماو رضا بعد الترحيب كيف هي الصورة هناك وما هي آخر مسجدات الأوضاع؟ أهلا بك مهدي أهلا بمشاهدين الكرام إذن مهدي في إطار مواكبتنا لأحداث زلزال الحوز نتواجد اللحظة بمنطقة تحنوت وبالضبط بالحي سكني تيسيلت ورأي هذا المخيم أغلبية الساكنة التي كانت تقطن بالمنازل المجاورة تحولت إلى هذا المخيم في إطار تقديم المساعدات وأيضا كل المسلزمات نظرا إلى حين وصول أهل الاختصاص لتقييم أثر تصدعات مجراء الزلزال الذي ضرب المنطقة وأيضا أود أن أشير إلى دور المجتمع المدني إلى جانب القوات المسلحة الملكية عناصر الوقاية المدنية الدرك الملكي دورهم الكابي دور المجتمع المدني في عملية تنظيم إدارة المساعدات التي تفيد إلى هنا إلى منطقة تحنوت ودورهم ألهام في هذه الحملة التضامنية للمتضررين جراء هذا الزلزال فقط أشير أن منطقة تحنوت تبعد على مدينة الحمراء بحوالي 35 كيلومتر وهي صلة وصل البابين مراكوش وأيضا طريق أسني والمؤدية والعابرة على مولاي إبراهيم إذن هنا غالبية الساكنة هي لم تكن هناك خسائر بشرية كبيرة لكن هناك خسائر مادية نظرا للتصدعات التي تأثرت غالبية المنازل نظرا لقوة الزلزال الذي ضرب المنطقة إذن هذه الصورة هنا مهدي ونسنواصل إن شاء الله بتقديم كل كبيرة وصغيرة حول الساكنة المتضررين جراء هذا الزلزال وعود إليك وتتمت نشرة أخبار الظاهرة رضا أعمى وكنت معنا مباشرة من تحنوت شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات أعوض إليك أستاذي لحسن مساعدات السعجالية للأسر المعنية مساعدات مالية مباشرة للمساكن التي انهارت بشكل تام ولتغطية أشغال إعادة أهل المساكن التي انهارت جزئيا في أقل من أسبوع المغرب بقيادة جلالة الملك يقدم حلولا عملية مباشرة للمواطنين المتضررين في المناطق المعنية في إطار شمولي بعيد المدى هي إشارات بقدرة بلادنا على العودة بشكل أقوى وإعمار وبناء مناطق قوية مهيكلة كما أردها جلالة الملك يحفظه الله ليس كذلك تماما والبلاغ الدولي الملكي الأخير في تفصيل جميع العمليات يحدد فيها الزمان والمكان وبالتالي لاحظنا على أنه بطريقة تدريجية فهناك العدد العمليات لإعادة من جهة لتوفير الاستقلالية من بعد هذه المواطنين لكي يحسوا بالكرامة ديالهم وفي انتظار على أنه عملية التعمير والتي سنعطي توضيحات ديال الطرق التي ستتم على أساس أن هذه المنطقة ستخرج إن شاء الله قوية وبوحد البدلة ووحد النظرة التي ستكون في المستوى المغرب كما يراه صاحب الجلالة نعم أستاذ الحسن بعد نظر جلالة الملك حفظه الله يأخذ بعين الاعتبار أيضا انسجام عمليات إعادة البناء والإعمار مع تراث المنطقة والخصائص المعمارية المحلية كيف قرأتم أهمية هذا التأكيد من جلالة الملك حتى على الجوانب الهندسية والمعمارية لتدخلات السلطات العمومية في مرحلة ما بعد الزلزال والله يا أخي كما قلت على أنه لإنسان غير يشد البلغ الملكي ففيه جميع التوضيحات فيما يخص الشق هذا الآن إعادة الإعمار فينص على أنه أولا يجب أن يخضع لدفتار لتحملات هذا مهم هذا جانب تانيا المهم فيه وهو أنه تقول بإشراف تقني وهندسي هذا مهم على أنه الجانب العلمي سيكون حاضر ولكن على أساس شوف الجمل اللي جاي من وراها بانسجام مع أطرات ديال المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة ونحن نعرف على أنه بطبيعة من ناحية تاريخية هذه المنطقة فراها معروفة على أنه ترات اللي تعاقبت عليه خمسة ديال الحضارات ناخده مثلا صور ديال تارودانز فهو من المعلامة التالتة في الحجم ديال ذلك الصور الصيني وتانيا نحن نلاحظ على أنه السياح كانوا معجبين بالطريقة والرونق وذلك اللون والتفرد أيضا ديال المباني فهذا كله في البلاغ ديال الملاكي موجود وبإلحاح نعم إذن الحسن تفضلوا بالبقاء معنا نقاشنا ما يزالوا متواصلا نواصل النشر من شيشاوة لينضم إلينا اللحظة زميل عبد الحميد جبران جبران أهلا بكم معنا بالنسبة إليك ما هي آخر التطورات الميدانية هناك في شيشاوة أهلا بك مهدي بضيفك وبكل المشاهدين الكرام نواصل تنقلنا هنا بمختلف الجماعات والدواوير المشكلة لإقليم شيشاوة من أجل الوقوف عن كثب وعن قرب على الأوضاع هنا بعد أسبوع من حدوث الزلزال نتواجد هذه المرة بدوار إيغز بجماعة أداسيل الذي يبعد بحوالي 80 كيلومترا عن مدينة شيشاوة طبعا هذا واحد من الدواوير المتأثرة بفعل الزلزال الخسائر هنا همت خصوصا البنايات والمنازل هناك بنايات انهارت بشكل كامل كما هناك أيضا بنايات أخرى تداعت بشكل جزء وظهرت عليها تشققات وتصدعات وبالتالي فمنذ حدوث الزلزال السكنة غادرت هذه المنازل لكن اليوم مع إحداث هذه الخيام من طرف السلطات فالمواطنون لجأوا من سكنة الدور لجأوا طبعا إلى هذه الخيام عموما الأوضاع هنا بعد أسبوع من حدوث الزلزال بدأت الأوضاع تهدأ شيئا بشكل تدريجي طبعا الساكنة أقلمت مع الوطع حالة الهلع والخوف التي كانت تسود المكان وكانت مست الساكنة بدأت تتلاشى نسبيا خصوصا مع المجهودات المبدولة من طرف السلطات المعنية من أجل تقديم المساعدة للمتضررين وأيضا من خلال عمليات الإيواء هناك أيضا ارتياح كبير هنا في صفوف الدوار كما بقي الدواوير المجاورة في ظل العناية الملكية السامية والمجهودات السامية لجلالة الملك من أجل تقديم مساعدة شاملة على مختلف الجوانب للساكنة المتضررة هناك ارتياح يعم الساكنة بالمجهودات المبدولة وبالخطوات التي سيتم اتخاذها لمساعدتهم بتوجيهات ملكية سامية عموما كما قلت الأوضاع مهدي بدأت تهدأ كما تشاهد هنا الخيام يعني ولجى إليها السكان الأطفال هنا يلعبون بشكل عادي في الجانب المقابل الساكنة يعني تواصل تنصيقها مع السلطات من أجل تنظيم المساعدات التي يتم تلقيها هنا بالدوار على غرار باقي الدواوير المجاورة وللحديث أكثر حول الوضعون بهذا الدوار معنا السيد الحسين واحد من ساكنة الدوار إذن الحسين ممكن تقربنا اليوم من الوضع بعد أسبوع من حدود الزلزال السلام عليكم اسم الله الرحمن الرحيم هذا الأسبوع أول نهار دربة الزلزال الناس كانوا تخوفين بزاف بتنسوا على العلاب الرأة واليوم الحمد لله تصلنا بالخيام وتنشكر صاحب الجلالة والويقية المدنية وجميع السلطات وتنشكر سيدنا اللي يوقف معنا في السراء والدارة وتنشكره والناس دابا كما تشوفوا الحمد لله دابا مستقرين شي شوية وتصلنا بالخيام وهذه الدفعة الثانية جاية في طريق وتنشكر جميع السلطات وأنتم بالنسبة للسكن تشوفوا السكن دابا الناس مبقاش عندها في السكن وتنتمنى ويوصلنا السكن في أقرب وقت حين تشتاء جاية في الطريق والبرد وتنعنوا بزيف هنا في البرد وشتاء أكيد هذه من الإجراءات اللي غدي تكون إن شاء الله في مرحلة مقبلة بخصوص اليوم شفنا المساعدات اللي جات للدوار يعني اليوم المؤونة يعني المواد الغدائية الأغطية الأفريشة كيفاش متوفرة عندكم هنا في الضوار؟ بالنسبة المواد الغدائية ده بالناس باقي باقي لهم يدقيق والسكوار والزيت وقاتي باقي ما ما كاناش عندهم عمارة عرفتين الناس دبا يتكونوا في الخيام والفرش باقي لهم الفرش خاصهم ما زال الفرش حين تلبرد توصلوا بالفرش ماش يعني نقول لهم أن تصلوا بالفرش لكن بقي خاصهم الفرش حين تلبرد هذه والسمراء وشكرا تشكركم بزاف وتشكر جميع الأيطار الوطنية لإداءة والتلفاز وشكرا شكرا لك على كل هذه المواطعيات إذن إلى جانب طبعا هذه الخيام تتواصل مجهودات السلطات من خلال المواكبة النفسية للمواطنين أيضا من خلال تقديم الخدمات الطبية ولاحظنا وعايننا أيضا قافلة طبية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل مجهوداتها من أجل تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين من خلال وحدة طبية متنقلة وأيضا من خلال تنقل أطر هذه المؤسسة للدواوير لتقديم خدمات عن قرب للمواطنين إذن كان هذا هو الوضع هنا بجماعة أدسيل الأكثر تضررا بإقليم الشيشاوة ومن هذا الزلزال عبد الحميد جبران كنتم معنا من إقليم الشيشاوة شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات العديد من المساكن انهارت بالكامل والأخرى التي تضررت بشكل كبير انطلقت عملية هدمها كمرحلة أولى لتهيئة الدواوير المتضررة الصورة ينقلها لنا خالد أزدون محمد أمين العروي والمهدي شطيبي من جماعة ويرغان بإقليم الحوز انطلقت عمليات هدم الدور والمنازل الأيلة للسقوط والتي تضررت بفعلي الزلزال المثال أمامكم واحدة من الدور التي تم هدمها في هذه الأثناء وبذلك مرت العملية أو مررنا إلى المرحلة الموالية من العملية بحيث تم هدم هذا المنزل وهذه أنقاض كما قلت تتسارع الأحداث أو تتسارع خصوصيات منطقة أو تفاصيل منطقة الحوز بعد الزلزال مررنا خلال هذه الأيام إلى مرحلة الهدم هدم المنازل الأيلة للسقوط تفاديا لوقوعها كمرحلة أولى ثم مرحلة جمع هذه الأنقاض كمرحلة ثانية ثم هذا يأتي تهيئة لانطلاق عمليات إعادة الإعمار فيما بعد نحن نتواجد هنا بواحدة من الجوانب التابعة لجماعة ويرغان واحدة من المناطق التي تضررت كما قلت فهذا المنزل سقط للتو بعدما تم هدمه من أجل إخلائه وأيضا جمع أمقاضه وتهيئته مرة أخرى من أجل إعادة البناء من جديد هذا هو المنظر أمامكم وللإشارة فقد عيننا مجموعة من الأليات الثقيلة التي تقوم بعمليات الهذم أو عمليات جمع الأنقاض وعمليات تهيئة الأراضي كما قلت من أجل إعادة الإعمار تتعدد المراحل وأيضا تتولى المراحل بسرعة كبيرة هنا في إقليم الحوز المرحلة التي وصلنا إليها هي هذه في هذه الأثناء أو في هذا اليوم غدات وقوعية زلزال شرعت مصالح التعمير بالجمعات الترابية المتضررة ومعها مهندس وتقديو المختبر العمومي للتجارب والدراسات في إجراء جولات ميدانية بالمباني المتضررة من مساكن ومؤسسات عمومية وذلك لتقييم الخسائر وتقديم سشارة تقنية من أمزميز نتابع روبرتاج عبد المجيد حلاوي وعمر أيت عيسى بعد الزلزال حان وقت إعادة الإعمار لكن قبل ذلك يتم تقييم الأضرار ومعرفة حالة كل بناية على حدة ومن بين ذلك حالة المنشآت العمومية الحيوية على رأسها المؤسسات التعليمية هذه مدرسة ماريا القبطية بمدينة أمزميز إقليم الحوز بنيت عام 1949 إذا كان السقف من الخرسانة المسلحة فإن الجدران الحاملة للمبنى هي فقط مبنية من الأحجار وفق الطرق التقليدية بعد التقييم الأضرار التي طالت هذه المؤسسة هذه لاحظنا بأن كما الحجرات الدراسية كما أصيبت بمجموعة تصدعات التي طالت الجدران التي حاملة الهيكل المؤسسة إذن من خلال تقييم هذا رأى هذه المؤسسة تشكي الخطار مع المستعملين بما هي التلاميذ والأطار التي اختم في المؤسسة بمدرسة ماريا القبطية يدرس أزيد من 600 تلميذ ولأن المدرسة بنايتها مهددة بالانهيار فقد تقرر استمرار العملية التعليمية من خلال ثمان خيام وفرتها القوات المسلحة الملكية بعد الهزة الأرضي التي عرفتها إغالي فائق من الحوز توقفت الدراسة بشكل مرحلي والآن تبدل المجهود من أجل استئناف الدراسة وعودة المتعلمين والمتعلمات للفصل الدراسية وكما أحضر معنا اليوم مختبر الدراسة لحاول يشوف الفضاء من أجل البحث عن مكان آمين يوفر السلامة للأطور الإدارية والطربوية والمتعلمات لكلهم أنيطة بالجماعات الترابية اختصاص التعمير وقد تمت بأمزميز مباشرة عملية أحصاء الأضرار منذ الوهلة الأولى لوقوع الزلزال نحن نجندين من وراء جلالة الملك التي أعطا تعليمات لهم لأن نخدم بجدية لأن نرد الحياة لهذه المدينة ومن هذا المنظر نشكر جميع المواطنين المواطنات المغربية لهم جوا تضمن معنا ونحن فيقول أنه كمغربة مغربية من خلال هذا التنسيق مع المختبر التجارب البيدوزو تبينا أنه حوالي 8% من بناية طائر صالحة للسكن وهناك بناية لأنهارات بالكل ومن خلال ثلاثة أيام العمل حاولنا حاولنا ندير حوالي 300 مسكن التي شاهدنا وكل تقريبا في مجموعة الهارة غير صالحة الاستعمال التلاميذ والأطر التربوية والإدارية على أتم الاستعداد لأعادة الحياة للأنشطة المدرسية هذا آخر ما كتبه التلاميذ صبيحة الفاجعة يوم تام شتنبر كتب التلاميذ تعلم العصفور من البلبل أن الحرية أهم من كل شيء لكن عندما توفيت تلميذة زميلة للتلاميذ بمنزلها بمعية أخيها ربما يستبدل التلاميذ كلمة الحرية بكلمة الحياة تعلم العصفور من البلبل أن الحياة أهم من كل شيء كان الزلزال درسا بليغا ورغم كل ذلك تستمر الحياة رغم المعاناة الضرفية من أمز ميز عبد جيد حلاوي وعمر أيت عيسى للقناة الأولى أسد الحسن تعليمات ملكية سامية واضحة للسلطات العمومية مفادها أن الإجراءات لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار التي خلفها الزلزال ولكن أيضا إطلاق برنامج شامل لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية أين تتجلى أهمية هذه الرؤية الشمولية في تصميم وإعداد وإنجاز برامج إعادة البناء والإعمال خاصة في المناطق ذات طابع قروي بإمكانات ومؤهلات كبيرة جدا فالآن جاء الوقت المتخصصين في ميدان البناء ومهندس المعماري والدونكليز أرشيتك المراقبة ومن نساو الاختصاصيين في ميدان البناء والمعلمين لأنه هناك أرع فكل هم الناس أنا متيقن على أنهم جندين ومستعدين وعندهم تبارك الله من الخبرة ما يكفي باش يوجدوننا حلول ناجعة وأحسن بما هناك موجود في الضابط دي البناء المقاوم للزلازيل وهذه فرصة باش نذكر به للمباني المنزجة بالطين وهذا رأخارج في الجريدة الرسمية 62006 17 محرام 1435 21 نوامبير 213 والذي يحدد قواعد الوقاية من الزلازيل الواجب توفرها في المباني من أجل ضمان سلامة المواطنين وبطبيعة الحال المهم هو أنه خسان ولي لهذا الضابط لأنه على حكم جريبتي وهو يعني أنا أخل على أنه في 2006 بعد زلزال دي الحسيمة وزارة الجهيز كونات واحد للجناء وجابت خبارا يعني داروا وحد الخلاصة دي الكيفية البناء في القرى لمقاومة الزلازيل وعلى يعني الذاكرة مازالك يجبني على أنه الهند متقدمة من هذه النحية هذه بحيث تربط ما بين يعني التقنية الحاديثة واستعمال المواد الموجودة في عين المكان هذا يخفف طبيعات الحال من ناحية دي الكلفة وبتانيا يعطي واحد الصلابة التي تخلي على أن هذه البناءات تقاوم إذن فيه والضابط يوضح على أن فيه تقنيات محلية التي تستعمل الطين القش الخشب الناخيل والمواد المساعمة وهذا هو الذي نجبره في هذه المناطق هذه بصيفة عامة من بعد يعني المهم هو أن فيه جوج دي المراحل كان الذي تخضع لعلى أن يكون مهندس معك لإعادة البناء وكان الذي لا تطلب شيء لإعادة البناء وبالتالي فعندنا أرضية يمكننا نمشي عليها لكي نزيد إلى الأمام ونخرج بوحدة نتيجة أحسن نعم أسد الحسن نواصل النشر من دوار أسلدى بإقليم الحوز الذي يعد من الدوور التي تضررت بشكل كبير نتيجة زيزال القوي الذي درب وخلف بهذا الدوار الكثير من الضحايا وانهيار العديد من المنازل فرقو الأولى قضى يوما كاملا مع ساكنة الدوار التي أبانت على الكثير من التكافل والتضامن وقوة الإيمان بالقدر محمد أمين النوري محمد ونيناء وأسماء التازي دوار أسلدى واحد من الدوور التي أصابها الزلزال بقوة وخلف دورا مهدمة وأسرا مكلومة وعدد كبير منهم بلا مأوى قضينا اليوم مع ساكنة الدوار والذين أبدوا الكثير من الصبر والتجلد والكرم بالرغم من المعاناة الكبيرة للساكنة هذا كل ما تبقى كأطلال من هذا المنزل الذي كان يأوي أسرة تضم ثلاثة أفراد الزوجة إصابتها كانت نوعا ما بليغ هي إلى حدود الساعة غير قادرة على الحركة والبنت بنت سي الحسن أيضا تعرضت لإصابة والأسرة نجت بأعجوبة من زلزال ليلة الجمعة الماضي سي الحسن عود لنش نوقع في هذه الليلة بسم الله الرحمن الرحيم قدر الله وما شاء أفعل أنا من المتدرنين من هذا الزلزال الزلزال جاءنا في واحد الوقت فأش كنت نحن أنا كنت خرج وفقعت المرأة والبنت في الدار وحسن الحض كان عندي واحد العائلة من الخارج وكان وشيناس أخرين البنات وليم جاء أشك أقول لي ورجعوا لديرهم وما في واحد لوقت كانت دار في عاشي كدير 20 شخص والحمد لله على كل حال كثيرة هي الأسر المكلومة في هذا الدوار بأس لعدد كبير منها بات بلا مأوى وإضطروا إلى اللجوء إلى هذه الخيام ومعنا هنا أسر تروي حكايات نوعا ما جد قاسية معي سعيدة لفقدات الأخت ديالها وبنتها سعيدة أودي الناشنو قال ليلة الزلزال كنت يلا بغيت الناس وكنت مع واحد استعب حرف أنت بحل شي حاجة كنت تلتق وابط مع الدرج وتحت واحد البلاص في وملي بط بغيت نخرج واحد أخويا صغير خرج بره وخرج الواليد ديالي والواليد دا خرج أخويا باقي صغير وبخوك يغوط وكن قول لهم حانا را مش أخويا لدارها لقى كامل ترابط تحت نحن جوش داع لهم ديالي جوش بقى صغير وما لقى بلاص فين يدخلوا باش ينقضوها وما يدخلوا ديالي كامل وما يقل فيني يخرج باقي ديالي كامل وإحنا كان أغوط وكان قل وا هم سمع وش صوت هم واش باقي عيشين واش حاسم واش عم الله صغير لا تصبح عاد بقلو الجار كامل كيقلبو فنتين باش يدخلوا باش يبدوهم تجاو السلطات ورجمع كامل كي يقلبو واش بدوهم موحط البلاسة لقوهم كامل الميتين واندي موقاش بعد الحالة بعد شب الله مصر هذا الدوار أسلد بمتابة منارة روحية لكل الدواوير المجاورة الكثير من طلبة العلم الشرعي وحملة القرآن يحجون إلى المدرسة القرآنية لهذا الدوار كتاب قرآني حيث تهدم الحجر وقاوم البشر ممن نجوا يسألون المولى اللطفة والرحمة لمن قضوا تحت الانقاذ دوار أسلد معروف بحملة كتاب الله وهذا ربما ما يجعل أهل هذا الدوار لديهم قوة إيمان واحتساب وتجلد حينما يتعلق الأمر بشدائد الأمور كما هو حال هذا الزلزال الفاجعة معي هنا مجموعة من طلبة العلم عن المدرسة القرآنية لمسجد النور هنا بهذا الدوار ومعي إمام هذا المسجد كيف لماذا تعيشتوا مع هذه الفاجعة وأنتم كتعيشوا في واحد من من أكثر الضواوير المشهورة هنا في إقليم الحوز بحفظة كتاب الله نعم أخي الكريم هذه المدرسة معروفة منذ القدم بتحفيظ كتاب الله عز وجل لطلبة القرآن ويأتون من كل أنحاء من جانب من كل أنحاء المملكة الحبيبة وعدد الطلبة يفوق يعني ثلاثين أو ثلاثون يعني طالبا ففي هذه الفاجعة يعني من لجهة المنصة بالجلال يعني هناك طلبة للتحق بالأسر ديالهم وهذه الطلبة اللي بقوا معنا فجزاهم الله خيرا واسعونا وقفوا في جنبنا ووقفوا في جنب الساكن كذلك وجزا الله خيرا أمير المؤمنين على تشجيعه لتحفيظ كتاب الله عز وجل في هذه المملكة المباركة في مثل هذه الظروف مشاهدين الكرام الجانب الروحي له أهميته الكبرى وله دوره الفعال من أجل المواساة من أجل تقوية كل الضحايا الذين عاشوا خلال هذا الزلزال واحدة من أصعب وأقصى التجارب الإنسانية ذلك الباب الذي يعلو أنقاذ هذا المنزل أغلق ليلة الجمعة لكي لا يفتح بعدها أبدا أغلق على أسرة وما بعد الزلزال توفت الأم وطفليها مع أحد الجيران الذين يعرفون جيدا هذه الأسرة ماهي يقع ليلة الجمعة لفت قدر الله وما شاء فعل هذا الدر مت فيها مرأة وجنش لبناء صوار يعني وتلحموا الناس وجبدوهم الحمد لله وتدفنوا لأنه هناك واحد العدد الضحايا فالدوار أسلداء واحد العدد المنزل لربط تقريبا 1-27 الناس لما تفض الدوار هذا دوار أسلداء واحد من عشرات الدواوير هنا بإقليم الحوز التي تعرضت لأضرار بليغة وعشنا رفقة أهالي هذا الدوار الكثير من القصص المأساوية لكم تحيات محمد أمين النوري محمد توانين من دوار أسلداء بإقليم الحوز وتنفيذ للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تم فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهئات الخاصة والعمومية يحمل اسم الصندوق الخاص بتذبير الأثار المترتبة على الزلزال الذي أرفته المملكة المغربية بالنسبة للتحويلات من داخل المملكة الحساب رقم 126 وكذلك بالنسبة للتحويلات من خارج المملكة كما يظهر على الشاشة هي إذن دعوة مفتوحة للمواطنين والهئات الخاصة والعمومية لتقديم مساهماتها ضمن المجهود الوطني التضامني المعهود في كافة مكونات الشعب المغربي والتعبئة المجتمعية الواسعة والشاملة لتجاوز آثار الزلزال المؤلم الذي وقع الجمعة الماضي وخلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة أفادت الخزينة العامة للمملكة بأنها ستوفر ديمومة الخدمات خلال أيام نهاية الأسبوع وأيام العطل لدفع المساهمات التطوعية التضامنية للصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفه المغرب وأوضحت الخزينة العامة في بلاغ لها أنه من أجل تسهيل الخدمات لفائدة المساهمين الراغبين في دفع مساهماتهم لصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال فإن شبابي كمراكزية ستظل مفتوحة خلال أيام نهاية الأسبوع وأيام العطل وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الساعة الثالثة والنصف زوالا وأضف المصدر ذاته أنه يمكن أداء هذه المساهمات على مدار 24 ساعة عبر الموقع الإلكتروني للخزينة العامة للمملكة ونعود إلى ضيفنا هنا في البلاطو أستاذ الحسن سؤال أخير كيف سيخرج المغرب من هذا الحدث الجلل قويا أكثر من قبل ونحن نتابع حجم التضامن والتآذر والتكافل بين أفراد الشعب المغربي بطبع الحال بقيادة جلالة الملك حفظه الله فالمغرب إن شاء الله سيخرج قويا من هذه الفاجعة كما خرج قويا بعد ما عشناه في مرحلة كوفيد وهذا راجع إلى فضل والرعاية صاحب الجلل والتعليمات التي منذ البداية وهي موجودة والتلاحم بين طبيعات الحال العرش والشعب والتضامن بين المواطنين وبطريقها من الموسى على أرض الواقع يعني ما شيء غير كلمات فضفاضة لأن العالم كله شاف التضامن ديال المغربة وبطريقة ارتجالية يعني ما شيء عادت يعني عاجلت تعليمات أو الآخرية المجتمع المدني بطبيعة الحال على رأس الجمعيات ساهمت في تنظيم يعني هذا العدد الكثير ديال المغاربة اللي بغوا يعني يساهموا بشيء برهنون ديال التضامن ديالهم مع المتضررين وبطبيعة الحال يعني الآن المغرب بين على أنه قادر بذاته فهمتي وتكمة قلوبة بالدارجة تقفط على صواعده لبناء واحد الوطن والاعتماد على الذات وهذا درس أعتقد مهم بالنسبة لواحد العداد ديال الدول بصفة عامة نتمنى على أنه في القارب العاجل نشوف هذه المنطقة هذه في حلة جديدة تحترم فيها وتوخذ بعيد الاعتبار الجانب الاقتصادي الجمعوي والسياحي إلى آخره نعم سيد الحسن أيت إبراهيم أساد بجامعة محمد الخامس بالرباط وخبير في تذبير الكوارث الطبيعية شكرا جزيلا لحضورك معنا هنا في البلاطو وكل هذه المعطيات إلى هنا مشاهدين أن نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العرض الإخباري شكرا على بقائكم معنا إلى اللقاء